سنة 2023 إن شاء الله سوف يشهد سوق الوراق المارية دخول منتجات جديدة والتي تسمى بالسقوك وهذا مرافقة أو تتميمة للصيرفة أو المالية الإسلامية التي بدأت في الجزائر تتموقع في الميدان المالي نريد كذلك أن نموقع البورصة كوسيلة لتمويل المشاريع كوسيلة كذلك لوصول إلى أهداف الشمول المالي لاستقطاب ربما الأموال المتواجدة خارج المنظومة البنكية ربما الأموال كذلك المكتنزة عند المواطنين نريد التقرب من المنظومة الجامعية لأن شبابنا وطلباتنا يعني طلبة الأعزاء لهم رغبة في دخول عالم البورصة وإحنا قلنا أن بورصة الجزائر أبوابها مفتوحة كذلك للطلبة والأساتذة لعندهم بوحوث لعندهم يعني ديستاج نحن نتقبلوا أنهم يعني يرون ضيوفنا وإن شاء الله بهذه الطريقة نغرص فيهم ثقافة البورصة